عزيزي مشاهد أحبائي أرحب بيكم في حلقة جديدة في مدرسة المسيح برحب بيكم إحنا دخلنا في موضوع مليء بالإثارة وبالجدل وبالنقاش الساخن بالذات مع الجيل الصغير شباب القرن الواحد وعشرين شباب الثورة شباب الفيسبوك أيوة والتويتر واليوتيوب في رحلتنا وإحنا بنتكلم بطريقة خاصة عن العلاقات الإنسانية وبعدين تكلمنا بصورة خاصة عن اختيار شريك الحياة وقررنا ناخده من الآخر الأول فتكلمنا عن الزواج أفهوم الزواج مبادئ اختيار شريك الحياة الكتابية النضوج الذي أحتاجه عشان أقدر أطبق المبدأ دوت العلاقات الصداقة الإنسانية التي أحتاجها عشان أقدر أنضج وأصير قادر على استخدام هذا المبدأ معين نظيره عشان أختار الشخص المناسب في حياتي وشريكة عمري في رحلتنا ديت وصلنا لنقطة أفتكر محتاجين نفتحها مع بعض وأفتكر الخناء فيها حيبقى أزيت كمان وهي سادساً العلاقات العاطفية المبكرة أرجو تبقى واضحة الفكر دي أنا مش بتكلم عن العلاقات العاطفية بواجهة عام بتكلم عن العلاقات العاطفية المبكرة أني أنا في مرحلة النضوج أنا بتديت أكون في سن المراهقة وبعدين بتديت شخصيتي بتديت تتكون والبنت بتعرف أنها بنت والولد بتريد يعرف أن يبقى فيه ولد وبقى فيه إنجزاب خاص بين الولد والبنت بتنشأ في خلال هذه المرحلة علاقات عاطفية عشان كده بسميها مبكرة لما تكون في علاقة عاطفية وأنا عندي 25 سنة ولا 26 سنة ولا مش عارف إيه دي مش علاقات عاطفية مبكرة احنا مش بنتكلم عن ده هنتكلم عن العلاقات العاطفية المبكرة وجودها وتأثيرها السلبي وتعامل معها إزاي وبعدين إزاي ده بيساعدني إن العلاقات العاطفية في مرحلة اختيار شريك الحياة بتبقى ساعتها حاجة رائعة بتساعدني للوصول إلى الاختيار المناسب لشريك الحياة فأرجو بس نخلي بالنا عشان ما تتخنقوش معايا في حاجة مش ده اللي أنا بتكلم عليها لعشان إتونا بحثوا صوت إيه المهم يعني فالعلاقات العاطفية المبكرة الحقيقة الأولى هي إن ده موجود يعني إزا أنا عنقرت كولد أو كبنت إن في بداية المرحلة بتاعتي يعني عند 13 و14 و15 و16 سنة إنه أنا مش بنجذب عاطفية ناحية شخص وبعدين ألاقيه هو منجذب لي وبعدين صارح بعض واو الأخر يبقى يعني ده موجود وبكثرة شديدة جدا في المجتمع بكل طواقفه وأطيافه المختلفة فدي حقيقة موجودة إحنا مش بنقول إنها صح ولا غلط إحنا بنعترف بوجود هذه العلاقات العاطفية المبكرة البعض بيكتفي أن نحتفظ بها في قلب ومش بيصرح بيها فيبقى عنده مشاعر تجاه شخص معين لكن مش بيقوله وبالتالي بتتحول إلى مشاعر عاطفية وليست علاقات عاطفية فعايزين نفرق ما بين دوت لكن الحاجة الأكيدة إن هذه المشاعر العاطفية المشاعر مش العلاقات العاطفية دي ظاهرة صحية دي ظاهرة إيه؟ تدل أني أنا نفسيا طبيعي البعض طبعا أول ما بيشعر بمشاعر عاطفية ناحية شخصية أخرى لو مؤمن ومتربي في الكنيسة على طول بيكون جواه إحساس بالذنب وأنه دي خطية وأنه مش عارف إيه؟ لا طبعا ده بيزيد الأمور تعقيدا ودي أمور نبعة من البيئة ومن الظروف اللي تربينا بيها ملهاش دعوة المشاعر العاطفية المقدسة تجاه الشخص الآخر لليها دعوة لا بالهوى ولا بالشهوة ولا بالنجاسة ولا بأي حاجة من السكة دي كتاب بيتكلم عن حاجات محددة بيقول إن السكة دي سكة ما توديش يعني سكة تضيعني لكن إني أحس بنجذب وحس بتعاطف خاص وحس بأشواك خاصة وحس مشاعر خاصة ناحية شخصية خاصة ده معناه إني أنا ابتديت أحس يعني أنا بنت أو أحس يعني أنا ولد وبنجذب للجنس الآخر ولشخص آخر من هذا الجنس طبعا دلوقتي نتيجة الإنفلات الأمني اللي احنا بنعيش فيه فبقت اللي بيشعر بكده على طول بيقول للتاني بيكون التاني شعر بكده فبتتحول بسرعة هذه المشاعر العاطفية إلى علاقات عاطفية ما كانش حال ده زمان في جيلنا لكن النهاردة ليه أكتب مشاعري وليه ما قلش وليه من استمتعش بالعلاقة دي وليه ما تكونش وليه وليه فبقت النهاردة الظاهرة الغالبة هي علاقات عاطفية في مراحل عمرية مبكرة جدا وطبعا العلاقات دي مش لازم بتدوم البعض منها على طول في ظرف سنة سنتين بتحصل مشاكل بينهم وبيسيبوا بعض أو واحد بيسيب التاني فالتاني بتجرح وإلى آخره وبعد شوية بيلاقي نفسه على طول منجذب لحد تاني مرات بعدها بسبوعين مرات بعدها بشهرين صح؟ صح أي وبنخش في قصة تانية من علاقة عاطفية أخرى وبعدين بنعمل حدثة فمش بالعربية يعني بالشرط لكن بيحصل اختلاف وبنجرح بعض ومش عارف بيحصل إيه أو الولد بيلاقي بنت تانية بينجذب إليها أكتر أو هي ولا التاني جذاب أكتر انجذب إليها فابتدى يقول لها سيبك منه الواد دوت فأماني فيسيبوا بعض أنا بتكلم صح؟ يعني ده واقع موجود فأنا بصف الواقع الموجود دلوقتي فبالنتيجة دلوقتي إنه الشاب عند مثلا سن تسعتاشر سنة يمكن يكون مر له على القلب تلات أربع أو تسع عشر علاقات عاطفية مختلفة في رحلة حياته مش للدرجات دي صح؟ تلات أربعة صح؟ ولا تلات أربعة؟ خمسة ستة طيب مش عارف طيب فدي حقيقة لازم نعترف بوجودها وأنا عايز أوضح إنه هناك فرق بين المشاعر العاطفية ناحية الشخص من الجنس الآخر وبين علاقة عاطفية مع شخص من الجنس الآخر وفرق ما بين مبكرة في سن مبكرة سابقة جدا لندوجي أو علاقة تكونت بعد الندوجي وأنا عارف أنا مين كويس وأنا عارف أنا عايز إيه كويس وفيها كل ملامح الندوج العلاقة العاطفية هنا أمر يختلف تماما خالص عن علاقة عاطفية مبكرة في مرحلة ما قبل الندوج واضح اللي بنتكلم عنه طيب الحقيقة الثانية اللي احنا هزين ننقاشة هنا ايه مخاطرها؟ ليه لا؟ منسبها ما يحب مرة اتنين وتلاتة ومن سن اتناشر ولا دلوقتي يعني في عدادي يعني من قبل اتناشر حتى من قبل سن المراقبة بقت موجودة دلوقتي من كي جي تو دلوقتي طيب يعني صحيح يعني عايز يعمل ريكورد عايز يعمل رقم بادي بادري عشان يقدر يعمل رقم قياسي صحيح يعني السن عمال ينزل في العلاقات العاطفية مش عارف ازاي يعني زمان السايكولوجي كان بيقول في السن ده الولاد بينفروا من البنات يعني مش عارف قوة الجاذبية زادت الارضية او عاجة زي كده فحتى في سن التنافر بقى دلوقتي في تجاذب في الحكاية دي انتوا من نسيين خالص ان احنا بنسجل وبتتكلموا على الهواء انا مش عارف ازاي ربنا يسمحنا ايه مخاطرها نسيبها نقبلها نشجحها ايه مخاطر العلاقات العاطفية المبكرة اسمعوني كويس يمكن قبان يعني دقة قديمة اسمعوني كويس بالعقل وبالمنطق ومن حقك تعترض صح كده ايه مخاطر العلاقات العاطفية المبكرة اربعة اربعة مخاطر خاطر الاول واكثرهم تأثيرا سلبيا ان العلاقات دي بتمنع عملية النضوج النفسي والعاطفي انا خدت السمرة دي تبدري وهي صغيرة كده وروحت ايه اطفتها منع الشجرة العلاقات العاطفية المبكرة بتمنع النضوج لسببين اولا لانها بتحد علاقاتي جدا لان في السن المبكرة ما بكون علاقة عاطفية بيبقى الشخص ده هو العالم بتاعي هو العالم بتاعي فبننعزل انا وهو عن باقي العلاقات الانسانية اللي انا كنت محتاج اكتزها عشان تحدث عملية النضوج في حياتي اتنين ان هذه العلاقة ليه اوقفت نضوجي لان خلتني اعيش بمبدأ ان مشاعري تعمل ايه تمشيني ملت للبنت دي كونت مع علاق وبعدين حصل اي حاجة وملت للبنت دي كونت مع فاذا مين بيقودني في واحدة من اكبر واهم علاقاتي الانسانية مشاعري مين بيقود تحركاتي وتصرفاتي في اكتر سن بتكون فيه مشاعري فانا توكت مشاعري قائد لحياتي فاكريني القطار بتاع الايه بتاع المشاعر فالعلاقات العاطفية المبكرة للولاد وللبنات هي تكسيد وتتويج للمشاعر قائدا لهذه الشخصية وده اللي انا عايز انضج منه فانا بدل ما انضج منه واتصلح منه انا عملت ايه انا كرسته وقبلته وختمت عليه شي كده اخطر ما فيه العلاقات العاطفية المبكرة هي تمنع ندوج الانسان النفسي عشان يوصل ان العويسة دي بقت زي العسل انا اطفتها منع الشجرة بدري واضح الفكرة دي اتنين ايه الخطر التاني الخطر التاني ان العلاقات دي انا مش ناضج والشخص ده مش ناضج كويس فطبعا بنعمل ايه في بعض بنجرح بعض صح فمش عارف عملت ايه كلمت الولد بزعق لها مش عارف بعمل ايه بيتزعق لي مش عارف ايه طب مش عارف ايه فبقولها اصلك مش عارف فبنقعد نجرح في بعض وخدنا الكلام ده بتفصيل شديد في ايه شفاء النفس مزبوط كمية الرسائل السلبية اللي بتوصل لنا في المرحلة دي اللي فيها احنا بنعيد اكتشاف انفسنا فاكرين وانا وانا طفح بتكون في مرحلة المراهقة انا بقى اعيد اكتشاف نفسي كمية الرسائل السلبية اللي بتوصلني من الجنس الاخر اللي هو بالنسبالي في المرحلة دي هو مين هو النبي فاكرين هو النبي انا كبنت في السن ده البويفريند بتاعي هو النبي بتاعي لا بابا ولا ماما ولا انور وجدي هو انور وجدي اخذ بالكم فالرسائل السربية اللي بتوصلني من خيانة من احتقار من انتقاد من تجريح غائر جدا جراح العلاقات العاطفية المبكرة جراح غائرة جدا وهدامة للنفس البشرية اكثر مما تتخيل او تظن تلاتة انا بتكلم صح اللي موافق اللي بتكلم صح يرفع ايده انا بتكلم صح الحمد لله يا رب اصر كويس تلاتة العلاقات العاطفية المبكرة التي بلد وابط وخلف الاسوار وليست في النور قادت الكثيرين في سن مبكر الى علاقات ايه جنسية مش الكل ايه كثيرين ايه ايه مش ما الخط اللي كان فاصل زمان اتشال لان الافلام اللي بنتفرج عليها والحكايات اللي بنتسمحها من بعض والسيطات اللي بنخش عليها والافلام اللي نفرج عليها شالت الحاجز بتاعت الفرق ما بين علاقة عاطفية وعلاقة ايه جنسية بقت love and making love the same بقت نفس الحاجة بقت لو بنحب بعض يبقى حبوا بعض العلاقات الجنسية المبكرة بهذه الصورة مش بس بتترك اثار يعني مدمرة وقلنا دا في برضو في شفاء النفس لكنها كمية الاحساس بالدونية واني رخيصة واني مش مش مقبولة واني خايفة من المستقبل واني الشخص اللي عملت كده معاه لازم بقى اتجوزه لانه طب هو لو هو ما تجوزنيش مين هيصدق فهميني بقول ايه احنا في مجتمع شرقي احنا مش مجتمع غربي المجتمع الغربي لما بيجوز واحدة ويلقيها يعني عذراء بيتخض فهم بيتخض لكن في مجتمعنا الشرقي اللي بيجوز واحدة وبيلقيها مش عذراء فاحنا لازلنا عندنا ازمة كبيرة جدا غير ان دي خطية ونجاسة غير ان دي تأفساد للعلاقة الشخصية مع ربنا انا بتكلم من الناحية الانسانية لان انا مش ناضج ولان المجتمع والميديا فتحت الباب على مصرعية نسبها الى من العلاقات العاطفية المبكرة تحولت الى علاقات جنسية واحد صاحبي يعني دكتور وبيشتغل برة في امريكا يعني بيقول لي هو فاميلي دكتور فبيولد الا لو كانت قيصرية بيحولها لدكتور نيسا بيقول لي يعني ولدت واحد عندها مش عارف 11 او 12 سنة فبيقول لي طفلة صغيرة مش عارفين ولدها عملت عيط بطفلة ولما ولدت طبعا مش عايزة طفل مش عايزة طفل خالص يعني مش عايزها فاللي خدت الطفل طبعا مين امها ما دي طفلتها ودي طفلت طفلتها فبيعني الام بقى عندها طفلتين واحدة 12 واحدة واحدة بتردع مش عارف مين اللي حيردع طبعا الطفلة الصغيرة دي اكيد مش اللي عندها 11 12 سنة نتيجة علاقة عطفية بتحاول ايه العلاقة جنسية 12 سنة بيقول لي ماسا كمية الاجهاد الغير شرعي في مصر نتيجة العلاقات العطفية المبكرة اللي حاولت العلاقات جنسية هائلة انا بكلم صح يعني ده واقع ولا انا بتبلع ولا انا تشاؤم ايه اربعة يبقى الخطر الاول انا مش بنضج الخطر التاني انا بتجرح الخطر التالت انا بعك نزبوط الخطر الرابع اننا بقى ايه نستمر نعمل ايه نستمر احنا حبينا بعض احنا صغيرين ياولاد وما سبناش بعض وعورنا بعض احنا بعض لكن الحمد لله فضلنا مع بعض ويمكن غلطنا كمان مع بعض فده لزقنا في بعض زيادة طبعا احيانا اول ما بنغلط مع بعض يعني على طول بيحتقروا بعض وبيسيبوا بعض وبيضربوا بعض واحنا بيحسوا بيحسوا انه منهمش غير بعض علاقة عاطفية وتحولت الى علاقة مش عارف ايه وفي سن مبكر جدا اتجوزوا وكان مفروض كده دخلوا الى بر الامان لكن الحقيقة بعدها لان هم مختروش اختيار مناسب واحد ولا سمحوا نفسهم ينضجوا لان العلاقة دية خدتهم رحلة الحياة فلم يتكون هو ولم تتكون هي كزوجة او كزوج فطبعا لما تجوزوا الزواج كان ايه مأساة انتهى بايه بالطلاق بالطلاق وعندهم اطفال شو ريدوا ومأساة عائلة ازاي ازاي من هم تين ايجرز حبوا بعض وتجوزوا ويخلفوا وبعدين يطلقوا طبعا مالي ده وطاقة ايه ده نسبة الطلاق في الحالات دي نسبة غالبة وكاسحة لان لهو اختيار صحيح ولا شخصيات جهزة انها تعيش حياة زوجية صحيحة المبدئين للسعادة الزوجية ان نختار صح وان نعيش صح مش موجودين اكيد مش هنعيش سعادة نسبة ان نعيش سعادة صفر او واحد في المين عشان كده ان اجي اقول يجرى ايه ان تبقى فيه علاقات عطفة موكرة وانسيبهم ويجرى ايه يجرى ايه زي المجتمع الغربي ان ده مباح ومصرح به واي حد يعمل اي حاجة وان هي دي الصحة النفسية وان هي دي البراءة وان هي دي الانطلاق وان هو ده التقدم وان هو ده فرويد يجرى ايه يجرى النتائج الحالية التعاسة والتفكك والتشرط والاطفال غير الشرعيين وواواواوا ده اللي موجود النهار ده في المجتمع. المجتمع الغربي والشرقي. ده اللي موجود. احنا بنيجي نبص على نتائج نقول الساي المجتمع هوصل لكده مع التقدم العلمي ومع التكنولوجيا. بالعكس ده التقدم العلمي والتكنولوجيا سهلة الحكاية ديت. ده خلاص. ده الناس بالتليفون بيمارسوا الجنس مع بعض. بالتليفون. مش محتاجين يتقابلوا كتالوج اللي عملنا عملنا كتالوج ما حدش عايز يقرى كتالوج واللي بيقرى كتالوج بيقول ده كلام قديم ده مش بتاع النهاردة مش مواكب العصر ما كانش أيامها فيه انترنت كانش فيسبوك ولا تويتر ولا فيبر سمعتوا على فيبر مهم يعني فه المبادئ دي زي قوانين الطبيعة لم ولن تتغير زي قانون الجاذبية زي الالكتروميجنتيزم اللي بتحفظ الوجود دي القوانين الأدبية لله حالي علاقتنا بيه علاقتنا بأنفسنا وعلاقتنا ببعض ده الكتالوج اللي خلينا نعيش سعادة وحافظ على نفسنا وبرائتنا وطهارتنا عشان نعيش أقدس علاقة إنسانية في الوجود العلاقة الزوجية أقدس علاقة إنسانية أروع علاقة إنسانية أجمل علاقة إنسانية لا توجد علاقة إنسانية تشبهها أو تقترب أو تدن منها والآن في عالمنا هي أفشل علاقة إنسانية إنسانية الفرق إيه الكتالوج عشان كده أنا أشجع اللي يشعر بمشاعر عاطفية في سين بوكير قل برافو عليك أنت إنسان كائن حي لكن عمري ما هشجعه أقول له روح يا واد صاحبها روح يا بنت صاحبين صاحب يجرى إيه ولما تزعلوا من بعد شوف غيرها ولما تزعل منها شوف غيرها وكل ما كانت العلاقات أكتر في حياتك قبل الزواج كل ما هتصير أنت أكثر سعادة بعد الزواج خلنا نشوف سكتش بيقول الكلام ده بالضبط مكتست المسيح نيدر أنا بحبك قوي نيدر أنا بحبك قوي وأنا كمان يا حبيبتي لازم تعرف أنا مقدرش عيش من غيرك وإنت يا حياتي لازم تعرفي أني بموت فيكي هنقاطي الليلة الثانية مع بعض آه طبعاً سأعدي عليك بكرة نيدر مهم يا نيدر مهم تعرف مهم أنت كل شيء في حياتي وأنت أيضاً يا عمري أنا بحبك قوي نيدر 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 ماهي؟ أنت صرحت أو ماهي؟ أنا لم أعرف أنت صرحت قليلاً عيدي كده أنت كنت بتقولي ايه؟ لا أنا ليس عيدي يا نيدر أنت دائماً بتجرح مشارب تصرفتك دي؟ لو أنت بش بتحبيني تجاوزتني ليه؟ لا يا حبيبتي بحبك طبعاً بس آه بس؟ أنت بتقول بس خليك فاكر بس دي هاي اللي هكون سبب في فشل علاقتنا فهمتوا حاجة؟ فهمتوا حاجة؟ فهمتوا كل انت شاطرين بقيتوا هوي صح؟ ده هاي؟ هل العلاقات اللي عاشتها في حياتي بتفضل في زاكرتي؟ هل لو أنا متجاوز زكريات اللي فاتت دي بتطلعلي؟ للي ما تجاوزش قبل كده أقوله؟ نعم هذا حقيقي ما يزرحه الإنسان يحصد أيضاً كيف في فرق أني أشعر بمشاعر وأني أكون علاقة؟ فرق كبير قوي أني أشعر مشاعر ده معنى أن أنا طبيعي أني أكون علاقة والعلاقة تغوط وكل ما بتغوط بتسيب حاجات جواي أعمق وبعن علاقة تانية وتغوط واسيب حاجات أعمق ده بيؤهلني لزواج ناجح؟ ولا ده بيؤهلني لزواج فاشل؟ ولعكس صحيح العلاقات المشاعر العاطفية اللي بتجي لي لما بتعامل معها صح وده لزو ما هنقوله في الحلقة الجاية أعمل إيه في مشاعري؟ لما بتعامل مع المشاعر دية العاطفية نحت الجنس الآخر المبكرة بطريقة صح بتعمل إيه بقى فيها؟ بتنضجني عشان كده المشاعر العاطفية المبكرة دية حاجة جميلة جداً ولما حد يجي يقول لي كده بهنيه مش بقوله يعليه لعدب لا بالعكس ده أنت طبيعي هتعمل إيه فيها؟ يا إما ده هتكون علاقات والعلاقات هتؤدي إلى واحدين ثلاثة أربعة خمسة يا إما هتتعامل معها صح فهتكون هي الأداة لإنضاجك الأداة لتكوينك الأداة إن المنجاية دي تستوي في معادها وتستوي بدري وتبقى زي العسل فالفرق كبير جداً بين المشاعر العاطفية وبين العلاقات العاطفية المبكرة المشاعر العاطفية دي فيسيولوجية طبيعية خليقة الله عمل الله في الإنسان وأداة الله لإنضاج الإنسان العلاقات العاطفية دي صنعتنا إحنا يا بشر لإفساد العمل الإلهي عشان نبقى الناس الذين نصلح لأروع علاقة إنسانية وهي الزواجة أنا واضح بقول إيه؟ إنتوا فهميني بقول إيه؟ هنتكلم في الحلقة الجاية إزاي أتعامل مع المشاعر ديه؟ وإزاي إذا كونت علاقة والعلاقة دي غلط؟ مبكرة أنا عارف أن أغلب الناس اللي هنا ناس كبيرة لكن إحنا بنكلم ملايين الناس اللي ممكن يكونوا ناس كتير قوي منهم صغيرين وعايشين في هذه العلاقات العاطفية المبكرة أعمل إيه؟ أواجه الأمر دي إزاي؟ أقدر أصلح بدري بدري حياتي عشان أفضل على الشجرة وتندج هذه الصمرة وتتحول إلى حلوة المباق أسئلة موسيقى عندي سؤال يبدو ممكن يكون إجابته بديهية بس يمكن هيبقى لسان حال ناس بتتفرج علينا ممكن حد يقول يا أخويا ما كانوا زمان لا بيعرفوا كل العلم ده ولا عندهم لا سيكولوجي ولا بيفهموا في حاجة والبنت كانت 13-14 سنة كده حلوة وكانت بتتجوز ابن عمها وكانوا لا بحاجة بقى مشاكل ولا marriage counter ولا marriage on the rock ولا حتى من غير الروك وكان يدوب جبنة وحاجات كده وعسل ومعندهاش مشاكل ولا تعرف إيه هي المشكلة من أصله ولا إيه هي التعاسة هي عايشة ومبسوطة جدا وتقابل البنت دي بعد مثلا عشرين سنة هتلاقي فرحانة إن برضو أولادها كبره وهي صغيرة وهي بتشوفهم بيتجوزوا والحياة كانت ماشية بمنتهى السلاسة ويمكن مننا يفتكر كلام زي كده أهلي كان بيقوله إيه اللي حصل في المجتمع ولا في أمخاخنا ولا في ثقافتنا ولا في علمنا خلى إنك هذا الكم من التعقيد يحصل وهل ده تعقيد ولا هل ده اتجاه نحو التحضر فبيحصل زي fine tuning للإنسان يعني هل هذه هي البدائية اللي كانت بتخلي الإنسان سعيد أو حتى لا يدرك ما هي التعاسة ومع التقدم أصبح الإنسان بيتقدم ويتحضر فبقى بيزداد غم ويزداد هم يعني إيه هي المنظومة دي يعني؟ سؤال معقد جدا 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 لكن خليني أخدوا حتة حتة الناس بتوع زمان أصلا ما كانش بيشوف مراته غير يوم الفرح كان ممنوع يشوف مراته غير الفرح يعني يعني جد جد مراتي شاف مراته يوم الفرح بعد الفرح يعني ما شافهاش قبل الفرح فإحنا يعني أكتر من حضرتك بتقول ما شافهاش غير بعد الفرح ما شافهاش وكانت طبعا الصدمة الكبيرة يعني اضطر يسافر ويعيش في حتة بعيدة قوي لأن ما كانش ينفح حد يشوفها يعني قصة صعبة قوي القصة دي هل الناس دي عاشت العلاقة الزوجية اللي بيتكلم عنها الكتاب ولا لا يعني طبعا لما نرجع للناس دي أغلبها العلاقات دي ما كانتش علاقات زوجية بالمعنى دوت أغلبها كانت علاقة سي السيد فالمرأة مجرد موجودة لخدمة هذا الرجل وطبعا في المجتمعات الشرقية ما تعجبوش بجوزة التانية والتالتة يعني فهم قصد دي لغاية لما يلاقي أي حاجة تمشي فأفتكر لم تكن هذه الصورة هي المثالية لكن ما كانش من حق المرأة تقول إيه؟ بم مش من حقها وإسمها ونصيبه بترضى بإسمتها وترضى بنصيبها وبتعيش كده زليلة مكسورة بتخلف بتستمتع بولادها حتى لو كانت مش قادرة تستمتع بإعلاقتها الزوجية فمقدرش أقول مكان أفضل مما كان يعني ما فيش مقدرش أقول إن الذي كان ده كان رائع وبوزته هذه المدنية المدنية عملت إيه؟ المدنية رفعت الغطاء علمت المرأة عرفيتها حقوقها فقدرة تقول دلوقتي بم ولقة وتشتكي وتعمل محضر وترفع كمان خلع فبقت عندها حقوق بقت قادرة تحس بالقهر الذي كان موجودا في الماضي لكن بكل أسف هذه المدنية رفعت الغطاء ولم تقدم حل بالعكس قدمت بدائل زودة الطينة إيه؟ بلّ البدائل بقت إيه؟ بقت علاقات عاطفية مبكرة وبقت علاقات جنسية وبقت 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 مش ده الحل فمش عارف الجرّة طلقت لبرة ولا مش عارف اسمها إيه؟ إيه؟ يعني 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 إنت نقلت من كبت إلى انفجار إنت معالكتش معالكتش الكتالوج الكتالوج لدى الكتالوج ولدى الكتالوج دي حلول كلها من واقع المجتمع ما لهاش دعوة بربنا ده ده مجتمع كله رافض المنهج ده رافض المنهج ده رافض الفكر ده وبيعملها بطريقته فعملها كده قهرها عملها كده دمرها ودمرته دمر المرأة ودمرت الرجل مش كده؟ فلا أقدر أقول ده أحسن من ده ولا ده أحسن من ده الاتنين مش هي الحلول الاتنين ما هماش الحلول يعني يعني مش عايز أخش في غور الحكاية دي لكن ما بنقرأ في جنة عدم أول علاقة زوجية إزاي كانوا عايشين عريانين إحنا دلوقتي يعني مفروض إيه يعني المهم مش ده الموضوع فمفيش داعي ندخل في الحاجات دي طيب سؤال هنا وبعدين هاجي لحضرتك تفضل أوقات بيبقى فيه مثلا في العلاقات العاطفية المبكرة مثلا بنت عمي أو بنت حد جراني والوالدين بيرعوا الحكاية دي أو بيشجعوا عليها وفي منها حاجات بتنجح يعني فيه مثلا بنت عمي أو بنت جراني نخدم المصطلحات الجديدة اللي نقدر نساعدها بقى ديت اللي هي مزبطين دول مش علاقة عاطفية دول مزبطين والأهالي هما اللي مزبطينهم صحا كده والآآ بتنجح ده وضع مختلف خالص ده وضع زي النظام بتاع زمان الواد بيحب بالتعمه وبيبقى هو أبوه وعمه متفقين وقاعدين وقسمين الغيط ومقسمين كل حاجة وبيحرسوهم ووعي ود وعيبت مش فاهم قصدي وفي الآخر بيتجاوزوا ويخلفوا بنات صبيان وبنات كويس؟ يعني هيتجاوزوا السؤال هي مناسبة؟ يعني ايه؟ يعني حظك بختك يا بوبخيت يعني انت خدت بطيخة مقفولة انت دي معين نظيره؟ طبعا بره ممنوع تجاوز بالتعمك بره ممنوع يعني بايولوجيا ممنوع قانونا ممنوع يعني سيبك من الحكاية دي نتكلم لان طبعا التخلفات العقلية اللي احنا عمليين نعملها بسبب جواز ابن العام عندنا والتشوهات الخلقية اللي هتحصل في مجتمعنا احنا ماشيين بظهرنا لكن برضو ملناش دعو بالحكاية دي احنا متكلم في اختيار شريك الحياة السؤال اللي انت سألته هل لان هم دول متزبطين وهم صغيرين وفي رعاية الوالدين فهي مش في الضلمة فدي ميزة ولانها مش في الضلمة احتمال كبير قوي ما نعكش جنسية واخد بالك ولا نجرح لانه دي بالتعمي مش قدر اجرحها لان عمي ساعات هيضرب ابويا فعندنا مشاكل يعني دينا حاجات كتيرة قوي تخلي بعض المشاكل بين الاربعة دول ما يحصلوش لكن اهم مشكلة فيهم هي مناسبة لا يمكن تطلع مناسبة يمكن هعرف امتى فضالي ايه ده ده اتجرقنا رفعنا يدينا ايوة هوا انا عايزة اسأل على حاجة هوا على العلاقات العاطفية المبكرة ليها يعني ليها اخطاقها وليها حيات غلط كتير لكن انا تعلمتها صغيرة وفي سنوي حالك ندتنا نفس الحاجات دي انه نوعها بقى بس ما نعبرش عن مشاعرنا ما نكونش علاقة ما نكونش علاقة فدوقتي انا في سن ارتباط بس انا ببقيتش عارف عبر عن مشاعري العاطفية بعرف عبر انها مددايقة ممسودة مش عارف ايه فالاتنين فيهم حال غلط لان انا هاقبل عن مشاعري العاطفية للي مين حتى لو فيه يعني لو اتخطبت مش هتعرفي مش هتعرفي لا هتعرفي لا اؤكدلك لو حبيتي وحبك لاني ما تعودتش احب بوعجب بس فمفيش يعني اوكي انا بختاره بعقلي بس مفيش مشاعر لا ده اللي انا بقوله انا لان اتعلمت مطلعش مشاعري مش هتطلع لوحدها هتطلع لما افتح لها الباب لما اقول ايه نعم هو ده الشخص بس انا اتعلمت مطلعش مشاعري بشعور بيها وحسسها وموجودة جوايا يعني انا بخلص مشاعري يعني مش بابينها وباش موجودة جوايا يعني مش بتخلص اه بس بتيجي وبعين بخلص عليها ليه لا مش ده الشخص مظبوط لو وصلت ان ده الشخص وجاء لي وانا مقتنعة بيه المشاعر دي هتموت مفيش مشاعر ما هو عشان تبقى فيه لازم يقى فيه شخص انا موافق عليه كويس فيه شخص انت موافق عليه ومش لاقي مشاعر ومقتنع بيه في المية وهو بيموت فيك لا طبعا لكن اول ما هتلاقي الشخص دوت ارجوك افهمي الحكاية ديت اول ما هتلاقي الشخص دوت وتقتنعي بيه وتقولي اه كل التحويشة اللي فاتت دي هتطلع وهتبقى مخدودة من نفسك بس انا تعلمت اكبر درس في حياتي ان انا بشعر وبقدر اسيطر عليها بشعر مدام بشعر يبقى انا سليمة فاهمين مدام بشعر يبقى انا سليمة اني بقدر اضيعها يبقى انا تعلمت ضبط الايه النفس لما يلاقي شخص بقى مش عايز اموتها ده انا عايز ايه اغنيها اغنيها هتطلع وحقدر اعمل ايه وحقدر اثريها بشدة بشدة وده اللي انا شفته وده اختباري انا الشخصي وده اختبار سكتي الوحيدة اللي قلت لها بحبك عايز اتجوزك هي الانسان اللي لازلت بحبها واحنا متجوزين ثمانية وعشرين سنة واضح؟ عزيزي مشاهدة اشكرك عشان متابعتك لنا هذه الحلقة سمحوني ان انا عارف ان لسه في اسئلة لكن في الحلقة القادمة اوعيدكو هيكون عندنا وقت اكتر الاسئلة ربنا احفظك تلميذ للمسيح امين